كما نعت الكنيسة القبطية الأرثدوكسية وعلى رأسها قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية ببالغ الحزن شهداء الوطن الذين سقطوا خلال أداء واجبهم في تطهير أراضي الوطن من البؤر الإرهابية بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة كل المصريين وقالت الكنيسة القبطية الأرثدوكسية إنها تثق أن التضحيات الغالية لشهداء الوطن ودماءهم النفيسة لن تذهب هباء إذ أن مثل هذه التضحية والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة هي ما يبقي مصر آمنة مستقرة ويضمن لها تحقيق التقدم والرخاء